وبمناسبة لعبة الهوكي وزي ما قلنا قبل كده الاهل كان من الفرق الرائدة في اللعبة اللي دخلت النادي في التلاتينيات وفي سنة 1954 اتصدر ترتيب فرق القاهرة في دور المنطقة وتلاه الزمالك وفرق الحربية والبوليس والترسانة والسكة الحديدة وكمان فاز الاهل بأول بطولة للجمهورية في تاريخ لعبة الهوكي بعد ما فاز على المصري 3-0 البطولة اللي نظمها اتحاد الهوكي الجديد بعد انتخابه برئاسة الدكتور نور الدين طرف ومن نتائج كرة القدم في الوقت ده فوز الاهل على الزمالك 4-2 في بطولة دوري العام لكرة القدم توتو احرز 3 اهداف واحمد مكاوي احرز هدف واحرز للزمالك الكابتن علاء الحمولي واحمد ابو حسين وفاز في نفس اليوم وبنفس النتيجة على الزمالك 4-2 في دوري منطقة القاهرة اللي كان بيتلعب بالفريق التالي وكانت مباراة دوري المنطقة بتتلعب قبل مباراة الدوري العام وانت تلعب